نروح لسؤال حلقتنا الخاص بسؤالنا للسادة المتابعين بتهرب إزاي من الطاقة السلبية ونشوف مجموعة من التعليقات مع أنا جهان المصري بتقول صباح الفل من الإسماعيلية بلد المنجة والفراولة على أحلى أحمد عبدالصمد وبسانت تحياتي ليكم والأسرة البرنامج أما عن الطاقة السلبية إحنا اللي بنخلقها أنا ساعات بكون سلبية بس دقايق وأفوق من هذا الشيء فكرة التفكير وأعرف كيف أفصل مارفات كمان بتقول حاجة لذيذة قوي بقى طبعا متصبح علينا وبعدها بتقول بنام أحلى حاجة النوم زعلنا بنام فرحانة بنام أنا في النوم يعني في النوم تمام ما عليش تهريك طيب اندقى دي حاجة حلوة قوي يا مارفات يعني أنا شخصيا برضو النوم ده بالنسبلي من الحاجات اللي فعلا بتخليك تفصل عن ولا أجابي ولا سلبي انتي مش حاسة بحاجة تفصل خلاص يا انتص حاجاتها تمام طيب فيه متحة محمد بيقول كل يوم الصبح أحمد ربنا وتوكل على الله وافتسم دائما عبدالله مسعود ناديمها النعمة عليك الابتسامة آمين عبدالله مسعود كمان بيقول على حاجة حلوة قوي بخرج أغير جو بفتكر الحاجات الحلوة في حياتي يمكن زي من الحاجات الكويسة قوي اللي ممكن نعملها حاجة احنا بنحبها عشان تنسينا أي طاقة سلبية وفي نفس الوقت نحن نفكر في الإيجابيات زي ما انت قلت مصر هو فيه أكاونت اسمه جودي ومحمد أكاونت بتاع اب يعني ودول ولاده ربنا يباركله فيهم بيقول بقرأ قرآن وأسبح كتير صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر طبعا قراءة القرآن والذكر ده حاجة من حاجات اللي بتطمن وبتريح فعلا والمواصبة على الصلاة بالمناسبة ده حقيقي وفيه كمان متحة محمد بيقول كل يوم الصبح بحمد ربنا وبيتوكل على الله وبيبتسم دائما يا ربنا يدمها عليك نعمة وديه كمان من أحسن الحاجات انك يعني كل يوم تفتكر الحاجات اللي انت ربنا أنا معليك بيها وتفتكر ان انت أكيد أحسن كتير قوي من غيرك وتحمد ربنا على النعم دي وأنا بس آخر تعليم ممكن أخده ونطلع فاصل بعدها لأن ده يعني أستاذ أشرف عمران بيقولك أجمل مزيعة بس أنت ومستر أحمد يعني صباح الفلة عليكم جميعا أنا بخرج غير جو والعب رياضة أو أبارس هواية الشعر إلا أنت تبعت لنا بقى عشان نقرأ بيتين ثلاثة شعر كده ونشوف يعني شاولنا قيم بس إحنا بنحب الشعر إحنا كمان فنعرف يعني اسلوبك وهل هو شعر عامية ولا لغة عربية فصحة بنذكر